درسنا الأول في هذه الوحدة هو درس المتوسط الحسابي وفي البداية دعونا لنتعرف ما هو المتوسط الحسابي المتوسط هو طريقة عرض وقراءة للبيانات إن كان لدي بيانات كبيرة المتوسط الحسابي يساعدنا على قراءة وفهم هذه البيانات أو عرضها باختصار لو كان لدي هذا الشخص اسمه غيث ولنأخذ بيانات خاصة بغيث مثلا غيث يقوم بإنفاق 7 درهم 6 درهم وأربعة وثلاثة على أيام مختلفة فإذا لدينا بيانات غيث هي 7 و 6 و 4 و 3 أما أعداد البيانات هي 4 عدد البيانات هي أربعة أعداد أو أربعة أيام بما أن لدي أربعة أعداد فإذا هذه هي عدد البيانات والآن لنرى غيث كم أنفق في هذه الأربعة أيام عند جمع هذه المبالغ سيكون لدينا معدل إنفاق أو مجموع إنفاق غيث هو 20 درهم لنحسب معدل إنفاق كما تعلمتم في الفصل الأول معدل إنفاق هو مجموع المبلغ على العدد 20 درهم على أربعة هو 5 درهم أي معدل إنفاق غيث هو 5 درهم في اليوم معدل إنفاق سأقوم بتسميته اسما آخر وهو متوسط الحسابي المتوسط هو قريب من المعدل إذن متوسط الحسابي لأي بيانات هي مجموع البيانات تقسيم عدد هذه البيانات نجمع البيانات نجمع الأرقام ونقسم على عددها هل لدينا عددين ثلاثة أعداد أربعة أعداد؟ الآن لنأخذ مثال آخر في هذا المثال لدينا خمسة طلاب في صف واحد وسنقيس طولهم هذه أطوال الطلاب 160، 154، 164، 148، 150 سنتيمتر سنحسب معدل الطول أو المتوسط الحسابي لطول الطلاب في هذا الصيف في هذا الصف عفوا سنقوم بجمع البيانات تقسيم عددها جمع البيانات نقوم بجمع الأرقام جمعوا وعدد البيانات هي خمسة لو نعد هذه الأرقام لدينا خمسة أرقام أو خمسة بيانات إذن المجموع تقسيم العدد مجموع البيانات تقسيم عددها مجموع هذه البيانات عندما قمت بحسابه هو 776 قسمة خمسة يساوي 155 معدل الأطوال هو 155 سنتيمتر وهو المتوسط الحسابي الآن لنقوم بحل بعض الأمثلة من الكتاب لاحظوا معي في هذا المثال يوضح هذا الجدول عدد الأقراص المدمجة التي يتم شراؤها لحساب متوسط الحسابي لهذه الأقراص المتوسط هو مجموع البيانات تقسيم العدد البيانات لدينا في هذا المربع هي 6 و 4 و 3 و 2 وأيضاً صفر العدد صفر هو بيانات يعتبر من البيانات إذن عدد هذه البيانات هي 5 من الممكن بعض الطلاب أن يقولوا عدد البيانات هي 5 الصفر هو أحد البيانات إذن سنجمع هذه العدد 15 على 5 إذن المتوسط الحسابي هو 3 ثلاثة أقراص مدمجة لنأخذ هذا المثال الآخر يوضح هذا التمثيل البياني بالنقاط المجمعة هذا التمثيل هو تمثيل بياني بالنقاط المجمعة سنقوم بحساب المتوسط الحسابي بنفس الطريقة هذا تمثيل بياني لعدد الكتب التي قرأتها أمل المتوسط الحسابي كما قلنا هو عدد البيانات مجموع البيانات تقسيم عددها هذه البيانات لدينا نقطة فوق العدد 1 وثلاثة نقاط على العدد 3 أي لدينا الثلاثة ثلاثة مرة لدينا نقطتان على العدد 4 أي لدينا العدد 4 مرتان لنقوم بعد النقاط النقاط هي 6 إذن عدد البيانات 6 مجموع البيانات في البسط سنقوم بحسابه الآن 18 على 6 هي 3 دائما المتوسط الحسابي يكون موجود بين أصغر قيمة وأكبر قيمة إن كان المتوسط الحسابي أكبر من أكبر قيمة أو أقل من أصغر قيمة إذن هناك خطأ في العملية الحسابية بنفس الطريقة لدينا هذا التمثيل البياني بالنقاط المجمعة لعدد الخرز المتوسط الحسابي سنقوم بعد البيانات العدد الأول هو 5 العدد الثاني هو 7 ويوجد فيه 3 مرات العدد الثماني لديه مرة لأنه لديه نقطتان عدد البيانات نقوم بعد النقاط أو نقوم بعد الأرقام في البسط لديه 6 أرقام إذن مجموع البيانات في البسط نقسمها على العدد 42 على 6 هو 7 وال7 هو متوسط هذه البيانات في التمثيل البياني هو المتوسط الحسابي هذه المسألة مختلفة المتوسط الحسابي في هذه المسألة لأعماق المحيطات لدي وهو 98 جزءا من ألف المتوسط الحسابي لدي لكن لدي قيمة أو أحد البيانات مجهول سنقوم بكتابة التعريف المتوسط الحسابي هو مجموعة البيانات على عددها المتوسط الحسابي لدي وضعته عليه إشارة وأسأقوم بتعويض والآن مجموع البيانات البيانات لدي في الجذول 10 و 92 جزءا من 100 6 و 22 جزءا من 100 7 و 46 جزءا من 100 5 و 63 جزءا من 100 سنقوم بجمع هذه البيانات لكن هناك أحد البيانات مجهولة وهو الجنوبي إذن سنقوم بكتابة X الأعداد جميعها موجودة إلا غمق المحيط الجنوبي ليس معلوم أو مجهول لنقول عنهم إذن عدد هذه البيانات خمسة خمسة بيانات المتوسط الحسابي سوي مجموعة البيانات على عددها سنكون معادلة نقوم بكتابة 8 و 94 جزءا من 1000 مرة أخرى جمعنا الأعداد في البسط زاد X لا نقوم بجمع العدد مع X تعلمتها في الفصل الثاني في هذه المسألة سنقوم بطريقة المقص خمسة ضرب 8 و 94 جزءا من 1000 يساوي 33 و 23 جزءا من 100 زاد X هذه طريقة المقص طبعا هناك سؤال آخر بنفس الطريقة سأقوم بحلها بطريقة مختلفة لو تلاحظون قمت بضرب الخمسة في 98 جزءا من 1000 يساوي 40 و 47 جزءا من 100 و كتبت الطرف الأيمن كما هو 33 و 23 جزءا من 100 هذه معادلة جمع نقوم بحلها باستخدام الطرح نطرح العدد بجانب المجهول سنقوم بشط بالعدد في اليمين 40 و 47 ناقص 33.23 يساوي 27 و 24 جزءا من 100 هذا هو المجهول في هذه الأسئلة يطلب مننا أن نقوم بحساب المتوسط بطريقة بسيطة تابعوا معي لنصل إلى السؤال الثالث هناك طريقة مختلفة سأقوم بحل السؤال الثالث لنكمل في السؤال الأول متوسط حسابي مجموعة البيانات على عددها جمعنا البيانات جمعنا هذه الأرقام في التمثيل البياني وقسمناها على 5 كان الناتج هو 88 في السؤال الثاني لدي الاثنى عشر مرتان الاربعة عشر مرة واحدة الخمسة عشر توجد لدي مرتان والستة عشر توجد لدي مرة واحدة عدد هذه البيانات أيضا ستة مجموعهم تقسيم العدد في الآلة حاسبة قمت بالحساب يساوي 14 في هذا المثال يوجد لدي مجهول تعمل بثينة جلسة أطفال تسعة مرات فإذا قالت هو ذكر لي أن عدد البيانات تسعة وأعطاني البيانات المبالغ بشكل كلي وأعطاني في النهاية المتوسط الحسابي هناك طريقة أن أقوم بضرب العدد في المتوسط الحسابي بشكل سريع هي نفس الطريقة لكن بشكل مختصر ضربت العدد في المتوسط الحسابي لأجد المجهول وكتبت الأعداد جميع لو نلاحظ هناك ثمانية بيانات أو ثمانية أعداد معلومة من السؤال العدد التاسع هو الـ X المجهول فإذا سنقوم بحساب الطرف الأيسر تسعة ضرب مئتان واربعون هو 2160 سنقوم بجمع الأعداد مع بعضها في الطرف الأيمن الناتج هو 1910 زاد X لا أستطيع أن أجمع X مع هذه الأعداد لكن هذه معادلة جمع سأقوم بحلها باستخدام الطرح أطرح 1910 إذن X تساوي 2160 نقص 1910 الجواب هو 250 درهم هذا هو المجهول في هذا السؤال موسيقى موسيقى